من حيكم مشاهدينا من برنامج هنا منحكي من منصة هنا لبنان وطبعا في هذه الحلقة سنتطرق بالتحديد إلى التطورات التي تحصل في لبنان وتحديدا ما يجري في جنوب لبنان إضافة إلى ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي والتحرك الذي يحكي عنه بخصوص اللجنة الخماسية هذا التحرك الذي سيكون مسرحه لبنان في خلال الأيام المقبلة كما تردد وفي هذه الحلقات سيكون ضيفي رئيس تحرير صحيفة النهار الأستاذ غسان الحجر أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أستاذ بسهلا قبل ما نبلش أريد أن أرى تقرير صغير أنويك إليه علاقة بالشيء الذي حكينا عنه ببداية هذه الحلقة تصاعدت في الساعات الأخيرة الأخبار عن تحرك لسفراء اللجنة الخماسية في لبنان في محاولة لفتح ثغرة في جدار الاستحقاق الرئاسي المسدود وسيعقد هؤلاء السفراء لقاء تحضيريا فيما بينهم على أن تليه جولة على القيادات اللبنانية ويجري العمل على تأمين نوع من التشاور بين القوى اللبنانية يكون بديلا عن الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بره وسيحاول السفراء التوصل مع اللبنانيين إلى صيغة تتعلق بهذا التشاور نجاح هذا التحرك ليس مضمونا ولكنه يبقى أفضل من لا شيء لسيما وأنه يأتي في ظرف يعاني فيه لبنان حربا في الجنوب وقد تكاثرت التحليلات والأخبار التي تقول بأن الاستحقاق الرئاسي أصبح مرتبطا بهذه الحرب وأن لا كلام في هذا الاستحقاق قبل أن يناع حزب الله معركته الحالية مع الإسرائيليين يعني فيه تحرك ما نحكي عنه للجنة الخماسية هل هذا التحرك يعني هو تحرك جدي هالمرة ورح يقدروا أنه يعني يطلعوا هالاستحقاق من عنق الزجاجة الحقيقة التحرك جدي ما فينا نقول ما أنه جدي فيه مساعة جدية ولكن قديش هي يعني حتى الربورتاج اللي شفناه بيشكك بالنتيج وأنا بشكك بالنتيج تماما اليوم الاستحقاق هو يهدف إلى تحريك هذه المياه الراكدة وتأكيد الفصل بين الملف الرئاسي والحرب الدائرة في الجنوب وهذا هي عمليا مسعى فرنساوي كانت بلاش وكلهم موافقين عليه بالمبدأ كمان هي لمزيد من الضغط على لبنان أنه خلينا نعالج الاستحاقات التانية ما تروحوا نحو خيارات الحرب والفوضى الأمنية لأن الحرب رح تكون مدمرة لأنه يشتغلوا على ملف تاني فعمليا هو هيدا المسعى ولكن مش مضمون أنه يوصل لنتيج بالوقت الحاضر لأنه ما في معطيات يعني شو اللي تغير من فترة لليوم هل الأطراف السياسية لبنانية تغيرت مواقفها هل المرشحين شفنا مرشحين جديد لحد هلأ ما في شي هي حركة التشاور تمهد يمكن للتفكير بخيارات جديدة ولكن الخيارات غير موجودة حتى الساعة طيب يعني فإذا هذا التحرك يعني ينطلق من عدم إذا فينا نقول يعني ما في شي جديد عم تقول ما في شي جديد أبدا ما في شي جديد ولكن هو مجرد حركة اتصالات قالت ودفشون عليها الفرنسوية بالمساعي اللي كان عب يعملها جان إيف لودريان وعب يتصل بكل الأطراف أنه تعالوا نرجع نحرك هيدا الملف ونشغل اللبنانيين فيه ونبعدهم قد ما فينا عن جو الحرب وعمليا إجيت هيدا حتى الفكرة إذا بدك مع طلب إسرائيل بهدنة 48 ساعة على الحدود هي كمقدمة كانت إنه إذا بيوافقوا علي حزب الله والطرف اللبناني بتكون مقدمة لنهدي الوضع بجنوب ممكن الهدنة إذا بلشت 48 ساعة نرجع نمددها 48 وراء 48 ونكون نفسنا هيدا الاحتئان وشغلنا اللبنانية باستحاق تاني ولكن كل هيدا المساعي بعد مجرد مساعي أولية نتيجة غير مضمونة حتى الساعة خصوصا إنه الهدنة كترح ما توافق عليه وما مشي يعني وصعب إنه يمشي لأنه كيف بدك تقولون اليوم تعوا عملوا هدنة لحزب الله بالجنوب وإنه معناتها تخليتوا عن غزة إذا هدنة ورا هدنة ورا هدنة معناتها عملنا وقف لأطلق النار هدنة موقتي ممكن الطول معناتها تخليتوا عن هيدا الملف ومناتها تركتوا حماس لوحدة وتركتوا هلأ الشعب الفلسطيني لوحده خليها الأهل العسكرية الإسرائيلية تقضي عليه يعني المفتاح الحل بالمسألتين بمسألة الجنوب بمسألة استحاق الرئيسي هو بيد حزب الله بالأخير بيد حزب الله وبيد الدول اللي ما ضغطت بشكل جده على الحل الأمور ما شفنا مسعى أمريكاني لا ما شفنا بعد مسعى جده يعني هذه الاتصالات هي كتير أولية بعد ما التقوا الأطراف السياسيين بعد ما حطوا تقلن مع الأطراف السياسيين كل واحد مع الطرف السياسي اللي بيمون علي ما شفنا شي لحد هلأ غير هيك حركة ديبلوماسية خفيفة يعني هي بعدها مشاورات ما في شي يعني بدوا يستم الاتفاق الكبير حتى نحنا نمشي أنا ما بقول إنه كل الرئاسة هي ملف خارجي هي جزء منها كبير وأكبر من الخارجي هي الداخلي ولكن الأطراف بالداخل ما تغير عندهم شي لحد هلأ منحكي عن المرشح الثالث منه ما تروح حتى اسم مين المرشح الثالث أو مين مجموعة الأسماء في كتار بيحكوا بقائد الجيش قائد الجيش ما أنه خيار ثالث يعني بالوقت الحاضر هو هو الخيار يعني هو بين سلام مين الفرنجي وقائد الجيش مرشح جهاد أزعور جهاد أزعور فيك تعتبروا انتهى يعني؟ عمليا انتهى عمليا انتهى بلا ما نكذب على حالنا ونقول إنه بعده موجود لا وحتى اللي بيطرحوا اسمه بيطرحوا من باب رفع طب لأنه ما عندهم مرشح وقوى بين مزدوجين المعارضة ما عندهم مرشح جدي لحد هلأ هلأ إذا بيروحوا على مجلس النواب ما بعرف إذا كلهم رح ينتخبوا جهاد أزعور فعمليا فيه هلأ اسلامين الفرنجية وفيه قائد الجيش مع حفظ الألقاب لكل الناس فهيدا ما تغير وهيدا بعده عقبة هلأ ممكن يتوصلوا لأتفاق بس باع بده وقت طيب وقت يدعي مثلا البترك الراعي أو بتدعي قوى سياسية وتحديدا قوى مسيحية أنه خلينا ننزل على هالبرلومات وصيرها الانتخابات وصيرها المشاورات تحت قبة البرلومات صحيح هيدا برأيك يعني خطوة عملية أو أو لا أنه مش ممكن تصير لكن اللي بده حل ما بيقعد دعوات يعني دع الرئيس بره إلى حوار حوار بين كل الأطراف وهن عابدوا على حوار أنه مع الجلسات هي الفكرة هي حوار هلأ إذا منختلف على الشكل يعني نحن مختلفين على المضمون وقت اللي منتفق على المضمون بيصير الشكل هو شكل إخراجي فقط لغير فنحن مش متفقين على المضمون ولا متفقين على الشكل مناتا نحن مش وصلين لمطرح والدعوة لحد هلأ هي مجرد دعوات عم نشوفها عبر وسائل الإعلام مش أكتر من هيك ما حدا نشتغل بشكل جدي عليها ما حدا نعمل وفد ما حدا نعمل وفد من أصحاب هذي الدعوات يعني حتى الرئيس بري وقت الدعوة راح دعا عبر الإعلام كان بيسوى يشكل مفادين ثلاثة من عنده من النواب ومن القراب منه يبرموا على كل الفعاليات وعلى كل الأحزاب نعوهم بجدوة هذي المبادرة أما أنه نطلع نزيد على بعضنا كلنا سواء بالإعلام ونكب دعوات هذي ما بتوصل لأشيه طب اليوم كمان بإطار الكلام عن تحرك الخماسية أنه كمان الخماسية عم تجرب هلأ تلاقي صيغة للتشاور مش تلحوار صيغة للتشاور للتشاور أي وأنه هذه الصيغة ممكن تفضي إلى حال وتكون هي بديلة عما طرحها الرئيس نبي بري صحيح ممكن يكون فيه نجاح بهذا الموضوع نقدر نحق خرق بهذه الطريقة ممكن يكون فيه خرق بس هذا نحن بعدنا عم نخطي الخطوة الأولى بعد ما بنعرف لوين بتوصل وعن جد شو عندهم أفكار أنا اللي شفته أنه ما عندهم أفكار بعد موحدة حتى السفراء الخماسية وبالتنسيق إذا بدك المعلن وغير المعلن مع إيران ما فيه أفكار واضحة بعد إذا بتلتقي السفراء كل واحد عم بيحكي بفكرة كلهم بدون الخرق بس ما عندهم بعد خطة وحدة يحاولوا يقنع علي أنا برأي عم يعملوا هلأ باللقاءة اللي رح يعملوها بدون يشكلوا مثل ما كان عم يعمل لودريان استطلاع يجمعوا فيه الأراء ويرجعوا يتفقوا على فكرة يطرحوها على الكل بعد ما يكونوا جمعوا هاي دي الأفكار كلها سوا الإيراني يعني بعد لقاءه كمان مع السفير السعودي برأيك رح نروح على خمسة زائد واحد ولا أنه لا أنه الإيراني بقلوا أن أنا ما خلصت نحكوه مع حزب الله هلأ الإيراني عمليا يعني حركة اتصالات عم تشمله ضمنا وغير عم تشمله كل الوقت يعني كانوا الفرنسوية بالأول يتصلوا بالإيراني هلأ اليوم السعودي عم بيتصل بالإيراني كلهم عم بيحاولوا كمان يعملوا عملية استيعاب لإيران ومن خلالها لحزب الله إن كان كرميل الرئاسي وإن كان كرميل جبهة الجنوب لأنه هني كمان بحاجة لهذا الموضوع كرميل جبهات أخرى لأنه بيعرفوا كمان الإيراني بيمون على الحوثي وبيمون على العمليات بالعراق بالعراق بالسورية فعمليا في محاولة للإستيعاب ولكن كمان هيدا بدنا نشوف قديش بتوصل لمطرح الإيراني كمان يعني عقلية الفرس هي عقلية زكية ويمشوا معه النص المشوارة بس مش ضروري يوصلوا الآخرين لمطرح مبدن طيب حكيت حضرتك كمان وبالرابورتاج كمان مرة أنه يعني مسألة الفصل بين الرئاسة والوضع في الجنوب بس اليوم ادي حزب الله عنده استعداد للخوض بموضوع الرئاسي في وقت يقاتل في الجنوب يعني يمكن يكون بقول أنه أنا لانهي المعركة بالجنوب لتنتهي المعركة بالجنوب بعدين نحكي بالإستحال الرئاسي عنده اتنين ليش أنا بدي أقول ما عنده قل له هلأ نحنا منمشي معك بسليمان فرنجية بكرة صبح بيمشي فمعنات عنده الاستعداد للبحث عنده البحث بالحل طبعه بس بالأكتر وعمليا حتى الآخرين يعني نحنا بعد مش عم عم نطرح الخيار الثالث وين والخيار الثالث مين الخيار الثالث فخلينا البحث منو جدي لحد هلأ بالملف الرئاسي بالبعدنا كلنا عم نزيد على بعضنا معناتها البحث منو جدي معناتها ما في خطوات عملية كله بعد بدورة هلأ الناس تعطي مواعيد أول شباط أول شباط بعد عشرة ي time انه المواعيد بتضحيك انه بأول شباط ببين الاشياء لا ما ببين شي بأول شباط بننطر بعد وقت المجال مفتوح بعد ومعنا شي بعد نقاط واضحة إنه واحد اثنين ثلاثة بدنا هاي خريطة الطريق لنمشي عليها لأمان منا واضح طيب يعني أوكي الاستحقاق الرئاسي غير واضح مؤجل بعض مؤجل الحرب في الجنوب واضحة الحرب في الجنوب نحنا لحالنا كمان ما فينا نقررها يعني وقت بيجي الأمريكاني بيقول نحنا مش بعد مش موافقين على واقف إطلاق النار بغزة يعني منهم عم يشجعون صحي ونحنا منقول إنه نحنا ما فينا نتفاوض قبل ما يوقف إطلاق النار بغزة معناتها نحنا يعني بعدنا مطرحنا هلأ لألك هل الأمور مسكرة لأنه دائرة الحرب أكيد لا واليوم يعني عملياً الرئيس مئاتي بتصريح عم بيقاله بحديث إنه هوكشتاين لم يفشل بالزيارة الأخيرة العملة لبنان هو صحيح لم يفشل هو عم بيقول معلومات دقيقة بهذا الإطار هوكشتاين إجا طرح مجموعة أفكار مع الرئيس نبيه بري لاقت قبول عند الرئيس بري ولكن قاله نحنا ما فينا نحكي فيها علنا ونبحث فيها قبل وقف إطلاق النار بغزة فعملياً المفاوضات تحت الطاولة مستمرة ولكن الإخراج بده تهيئ له الظروف المناسبة اللي منا مهيئة بالوقت الحاضرين ما فينا نحكي اليوم نحنا وكل يوم في أصف وكل يوم في طيران نقول ولا نحنا بنا نسبت لحدود ما فينا نحكي ولكن الوقت اللي بتجي بتقول الرئيس بري بيقول نحنا معل ألف وسبعمائة وواحد كاملاً على ألف وسبعمائة وواحد بنص على انسحاب أي مظاهر مسلحة على بعد ثمانية أو عشرة كيلومتر مناتا حزب الله ضمناً هو بيوافق على هذه الخطة ولكن من ضمن شروط طويلة عريضة من ضمن اتفاق بيوافقه ولكن بدنا بالمقابل الإسرائيلي على شو بده يوافق بهذا الإطار فالأمور منا مسكرة المفاوضات بعدها بتصير تحت الطاولة حركة الاتصالات ماشية ما حداً عم بيسكر على الخيارات ولكن بدك تهيئ له ظروفه اللي بده شوي لتنضج يعني بس اليوم قداش يعني كمان اللبنانيين والبلد كله سوا وهذه الدولة أو ما تبقى منها يعني تقدر بعد تصمت أول شي بغياب رئيس جمهورية وحكومة أصيلة تاني شي بوجود حرب يمكن تلك تربعة لبنانية يمكن ما بدونيها حرب الدائرة في الجنوب وما حداً بيعرف الأمور يمكن وين رايحها بالنهاية أنه كيف ممكن لللبناني أنه يستمر لهذه الدولة اللبنانية أن تستمر بهذا الواقع؟ الدولة منهارة مش من اليوم الدولة صار لأربع خمس سنين بحالة انهيار ورغم هالشي مستمرة اليوم اللبنانيين تقولي ممكن يكون تلت تربعة لهم ما بدفوت بالنسب يمكن خمس سنين يمكن أربعين ضد الحرب بس أكيد لا أكيد الأكترية ضد الحرب ممكن هذه محصومة أقول لك أنا ما بدفوت بأرقام نسب يعني بس أكيد كل اللبنانيين نازم ضد الحرب وأهل الجنوب النازحين اليوم أكيد ضد الحرب ولكن شو قادرين نعمل؟ خلينا نحكي الواقع هل اللبنانيين اللي ضد الحرب قادريني أسروا على القرار بهذا المطرح؟ أنا أبدأ إليك أنه حزب الله ضد الحرب ضد الحرب الشاملة لأنه حزب الله عارف شو نتيجة وتدعياتها وحجم الدمار وحجم الخسائر هل زيتما اليوم فيه دمار وفيه خسائر وفيه ناس حين وصار فيه أكتر من 200 شهيد؟ أكيد أكيد الحرب الشاملة ما تتوقع شو حجم الدمار اللي ممكن نلاقيه بلبنان وهذا منه تهويل يعني بيطلع لك واحد يقول لك عم بتروجه لفكرة العدو لا أنا على أناعة أنه حزب الله بيقدر يكبد الإسرائيلية خسائر كتير كبيرة إذا صار في حرب شاملة ولكن القوة التدميرية لعند إسرائيل بالطيران وبالأسلحة الفتاكة هي أكبر من قدرات حزب الله وهن اليوم بقوة الطيران بيقدروا يطلعوا ما يخلوا حجر بلبنان وهذا منه تهويل الداخل ولا هو ترويج لإسرائيل هيدا كله هيدا للإشياء والتعليقات اللي بتطلع حكي بلا طعمة كلنا بنعرف وحزب الله بيعرف هيدا الشيء وكرميل هيك هو منه معيروه على حرب شاملة وكرميل هيك عم بيضبط أعصابه وعم بيضبط أداءه أدر الإمكان فكل الناس ضد الحرب ولكن نحنا اليوم فتنا فيها نحنا مش قادرين نتراجع وناخد القرار أنه نواقف لا الدولة اللبنانية قادرة تفرض على حزب الله ما عبرلك منا قادرة تفرض على حزب الله أنه بدك توقف بالجنوب واليوم حزب الله بيقلك وقف لإسرائيل بالأول لوقف ومعنا نحنا فائدين هيدا القدرة على وقف الحرب أو على القرار نحنا فائدينها فكرميل هيك نحنا اليوم عم نتعامل مع واقع مش مع مبادئ ومع مبادئ قانونية وشو منتمنى وكذا نحنا عم نتعامل مع واقع نحنا بقلب الحرب بس يعني نحنا خلاص اليوم صار فيه كما يقوله وحدة مسار ومصير يعني بربط لبنان مش بس بس بساحة فلسطين بكل الساحات يعني حتى حزب الله عم بقوله أنه أنا بعض العمليات اللي عم نفذها هي ردا على الاغتيالات اللي صارت بالبنان واللي صارت بسوريا عظيم لأنه هو مستهدف كمان بسوريا نحنا عنا ربط الساحات يعني وحدة الساحات اللي بيحكوا عنا دايما نحنا عايشينا يعني نحنا مش قادرين نطلع منها أنت اليوم الأرار الإيراني اللي بيأثر بهذه الساحات كلها سوى هو أرار واحد أنت قادر تفصله وقادر تعزل هذه الساحات عن بعضها منا قادر الحدود بين لبنان والسوريا مفتوحة الحدود بين سوريا والعراق مفتوحة الحدود بين الإيران والعراق مفتوحة عملياً هذه وحدة الساحات هذه المساحة هي مفتوحة على بعضها وفي واحد بيقرر فيها مش نحنا بنقرر فيها فنحنا كيف قادرين نعزلها هاي دي بده اتفاق كتير كبير لا يقدر يعزلها أنا بدي أقول أنه حزب الله عنده هامش بهذا القرار أكيد عنده هامش كبير أنه يقدر يقرر وين مصلحته بالداخل ولكن فيه كمان منه قادر يعزل حاله كلياً عن هذا القرار الكبير اللي هو عملياً عند مرشد الجمهورية بس بهذا الواقع أنت ساعة ما نكقدر تبني لا دولة ولا تعمل استقرار ولا تعمل ولا تعمل ازدهار بالبلد ما نكقدر تعمل كلاودي ولا تبني اقتصاد نحن مش قادرين نبني شيء نكذب حالنا إذا قلنا نحن قادرين نعمل شيء نحن مش قادرين نعمل شيء بالوقت الحاضر لأنه نحن عايشين هذا الصراع الأقليمي طبع المنطقة كلها سوا هذه اتفاقات كبيرة هي اللي بتخلينا نرجع للاستقرار وترجع بعض مناطق المنطقة للاستقرار نحن لا الدوحة نحن عملناه ولا الطائف نحن عملناه دايماً كان فيه اتفاق خارجي ولا وقت الفيتو على الجنرال عون بأسرب عبدة كان قرار سوري ولا كذا هذه اتفاقات أقليمية بتصير نحن جزء منها صغير غير مؤثر دائماً في القرار نحن وقت تخلق الأقرارات الكبيرة بتجي على ظهرنا طيب يعني بالنهاية المواطن لبناني معم بيعيش حياته يومياته بس حتى هاي دي اليوميات يعني كمان فيه كتير متل ما بقوله علامات استفهام أحولها مثلاً المواطن لبناني بيسأل أول شيء أنه أنا كي بدي يضل واجه الغلا بيسأل كي بدي يضل واجه الوضع التربوي كي بدي يضل واجه حتى الوضع الاقتصادي حتى الوضع المعيشة يعني كل هذه الأمور بيسأل كي بدي يواجهها وضع الأمن الناس بجنوب خاصة كمان بكرة يعني إذا كمان أقرة الموازنة والضرائب الجديدة يلي فيها وزيادة الرسول يلي فيها لبناني منكوب بكل معنى الكلمة لبناني منكوب ولبناني عم بيقاوم كل يوم بس لا يستمر بالحياة بشكل كريم ومنه عم بيقدر يعيش حياة كريمة يعني الناس عبواب المستشفيات الناس الدواء منصير نقول أوكي المطاعم ملياني واليوم البيستات عالتزلج ملياني بس قداش نسبة هود الناس الناس كمان مش عم تقدر تعمل عمليات اللي ما عندها أسورانس يقدر يغطي لها الناس عم تتبهدل أو عم تأجل عملياتها أو في ناس عم تموت يعني كمان منشوف حالات القلب منشوف غسل الكلي منشوف إلى آخره في ناس عم تموت بس شو بتعمل دولة غير موجودة دولة عم بتشتغل ضمن إمكانات كتير ضعيفة ضمن تفليسة وما في مؤسسات عم تمشي يعني أنا اليوم بيجي بيقولولي الوزير جيب وزير قدمه وحطه بوزارة ما في عنده شيء كله كله مضروب للموظفين عم يشتغلوا ونصهم فاسدين لازمهم نكب البيت وإذا شلتهم رح تجيب فاسدين أكتر منهم وموازني ما عندك وإدارة ما عندك وتركيبة البلد دولة مهترئة فعمليا نحن عم نعيش مقاومة وصمود يوم بيوم إلى حين تنفرج بعض الأمور ونتمنى أنه هالدول اللي عم تهتم فينا خماسية وسوداسية وما بعرف شو إلى آخره أنه يقدروا يلاقوا حل أقليمي يرضي كل الأطراف حتى نحن نقدر هم ينحكى حاليا كتير بحل الدولتين بس يعني مرفوض من طرفين أساسية صحيح ومن ومنطق كيف يعني بتخلق الدولتين يعني شو الدولتين بدك تحط فلسطين مقاطعة من إسرائيل هل بتقدر تعطيها استقليل الكل من هني شقفتين كمان منهم موصلين ببعضهم ضفي وقتع غزة منهم موصلين ببعضهم كيف تعملهم شو بتعملهم معابي تعملهم جسر تعملهم شو كيف هوده عمليا منها قطعة جغرافية وحدة شو ما حكينا بعد ما إلى حل يعني أنه عاصمة مفتوحة وإلى آخره كله هيدا بعده حكي الدولتين مطروحة نظريا فعليا غير قابلة للعيش بالوقت الحاضر فكري من هيك وما في فكرة بديلة يعني اليوم عم يطرحوا مجموعة من الفكرين دولة وحدة ثقافية هذا كله تنظير هذا كله تنظير حل الدولتين منو ماشي حل الدولة الوحدة منو زابط الصراع مستمر ونحنا بقلب هذا الصراع ورح نظل ندفع التمن ليك الصراع مستمر بس عشنا فترات من الهدوء والاستقرار وكل شيء والرخاء عظيف بس مبني الدولة فيهم لا لا مبني الدولة فيهم هادي مشكلتنا مش مشكلة فلسطين مهي اللي عمقولو هذه مشكلتنا نحن عنا مشكلة داخلية لأن اليوم فيه كتير حديث أنه خلونا نروح على نظام جديد وخيارات أخرى يعني بتبلش من المركزية لنص على الطائف وصوله إلى الفيدرالية والطقسيم كمان قصة فكرة المؤتمر التأسيسي أو تغيير النظام أو تجديد النظام بغض النظر عن التسميات ومين أطلقه أنا معه هذا النظام سار بده تجديد المؤسسات سار بده نفض النظام سار بده تجديد كيف بتجدده هل أنا اليوم بهذه الظروف الضغطة قادر جدده أنا ببلش بتنفيذ اتفاق الطائف مثل ما هو وبعدين بروح على مؤتمر وطني بعد فترة مش تحت الضغط وبضغط الحرب بقول أنا بدي غير النظام وبدي جدده خلينا نروح على اتفاق الطائف نبلش نطبقه شغلي شغلي نشوف بعدين شو العيوب والمشاكل اللي فيه وأنا يعني بقراءتي الشخصية أنه اتفاق الطائف منه سيء إلى هذا الحد اللي عم بيصوروه فيه أحيانا أنه اتفاق الطائف ما بيسوى لا اتفاق الطائف ممكن يكون مدخل إلى بناء دولة بس عشرة نحن نطبقه مثل ما نوضع مش مثل ما نحن بدنا لأنه نحن عمليا قانون الانتخاب بعد الطائف عملناه مثل ما بدنا 200 مره اللي مركزية ما طبقناها تعمل مؤسسة مجلس وزارة مؤسسة مش مثل ما هو هلأ يعني ما تطبق فعمليا كل الاشياء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ما حالا نخوف التاني فيها هي هي هيئة لتخطط لهذا الموضوع منا بكرا سبا لا تصير فما يظلوا يخوفونا كلمة واحد يقول لا مركزية بيقول لك هيئة إلغاء الطائفية السياسية خيل غوة الطائفية السياسية ويصير عندك دولة مين قال الممسكين فيها ويصير عندك دولة مؤسسات حقيقية كلنا منمشي فيها مين قال أنه نحن بدنا الحصص الطائفية وقال بيصير بس مجلس الخدمة المدنية قادر يوصل الأكفأ شو ما كانت طيفته الأكفأ أنا معه بس وقت اللي بده يوصل زعران الطوايف لا أكيد لازم نتمسك بالنظام الطائفي بيظل هيك أنا بدأ أشكرك سيد غسان حجار رئيس تحرير صحيفة النهار أهلا وسهلا فيك ومشاهدين أيضا بدأ أشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر